طيب كنا يمكن هنا في المحترف كنا بنتابع يمكن أخبار عمر مرموش عمر مرموش حضراتكم عارفين اللعب المصري المتقلق في البوندزليجا وكان يعني زي ما بقول لحضراتكم هو في فريق فولسبورج الألماني متصدر الدوري بشكل كبير جدا النهاردة فولسبورج متصدر الدوري الألماني بيقول في إعارة لنجمينة المصري الشاب عمر مرموش إلى فريق شتوتجر ده إعارة لنهاية الموسم حضراتكم عارفين أنه زي ما بقول لحضراتكم فولسبورج ده حاليا هو متصدر جدول الترتيب في الدوري الألماني برصيد تسع نقاط من ثلاث جوالات عمر مرموش يمكن ظهر من ثلاث سنين يمكن كان بلعب مع فريق الشباب في فريق فولسبورج وكان هدف الفريق سعيد هدف فريق الشباب لفولسبورج عمر مرموش طبعا خريق طبعا يعني ودي دجلة كان لعب في ودي دجلة وانتقل إلى ألمانيا طبعا فولسبورج طبعا مهتم جدا جدا بهذا النجم الشاب وكان إعارة يمكن السنة الفاتج كمان طالع إعارة لفريق سان فاولي وكان كمان من هدفي الفريق ده كان في البوندزليجا 2 أو في الدرجة التانية عمر مرموش قدم كمان مستويات رائعة مع هذا النادي مع سان فاولي وكان هدف الفريق النهاردة فولسبورج بيعلن أنه حيكون فيه إعارة للنجم المصري عمر مرموش لفريق شتوتجر فريق شتوتجر أيضا من الفرق القوية جدا ويمكن المدير الرياضة أو مدير الرياضي في فريق فولسبورج قال أنهم بيعول على عمر مرموش مستقبل هذا النادي أنه بيطلعوا إعارة بيستفيد أنه بيستمر أو بيلعب بشكل أساسي مع فريق زي فريق شتوتجر من الفرق يعني في وسط الجدول في الدور الألماني لكن فريق مميز عمر مرموش ياخد الخبرات ياخد يلعب باستمرار ولكن مستقبله هيكون في فولسبورج حضراتكم زي ما بقول لكم نتمنى إن شاء الله أن احنا كمان من خلال المحترف بنتابع كل لعبتنا اللي المحترفين في الخارج مش بس الأسماء الكبيرة صلاح ونني وحجازي وتريزيجيه لكن كمان على مستوى الشباب لإني كمان في شباب على مستوى عالي جدا بيلعبوا في الأندية الأوروبية